هذا سؤال مهم جدا بل هو أخطر سؤال يواجهنا ما معنى أن تكون مسلما الآن معناه أن تكون مشكلة ليس للآخر والعالم وكل شيء فقط إنما لنفسك أيضا نعم ما معنى أن يصبح المرء مسلما الآن أن تصبح مسلما الآن هو أن تصبح هدفا للإستثمار وأداة للاستعمال بإرادتها ومن قبل شيوخ وأمراء ودول علماء كلها تتآمر عليك لكي تبيع وتشتري فيك بل وتضحي بك قربانا في سبيل الله كلا أقصد في سبيل المزيد من الصفقات والمكاسب والأموال معناه أن تصبح منبوذا في العالم لا شأن لك ولا وزن الكل ينظر لك شزرا وأنت تحسب أنك سليلة خالد بن الوليد وطارق بن زياد الكل يخاف منك ومن إيمانك الذي لا يشق له غبار معناه أن تأزل أو أن تؤزل كما تؤزل الحيوانات في محميات سياسية طبيعية اتقاء عنفك وشرك معناه أن تبقى جاهلا لا تعرف ما يدور في العالم بينك وبينه كما يقول سيد قطب عزلة شعورية مقصودة ومتقصدة ومبرمجة بشكل تفتخر به أنت تبقى بالمحصلة جاهل تظن في الوقت نفسه أنك فست بالحسنيين وأن مؤدك الجنة وبانتظارك سبعين حورية أو سبعين نبيا كلهم سيقفون سيصطفون في استقبالك مصفقين في عليين كما يستقبل الرؤساء معناه أن تتحول إلى أداة تفسد على الناس أمنهم وراحة بالهم وبساطة حياتهم تفسد عليهم أفراحهم البسيطة تحشر أنفك في شؤون أختك وزوجتك وأبنة محلتك وحتى تلك التي تسير في الشارع وفي السيارة أو الباس أو أي مكان معناه أن تصبح كائنا ماضويا يرفض كل ما حوله ولكنه يقبل فقط أسوأ ما في الحاضر القنبلة والرشاشة والصاروخ والسيارة المفخخة ولا يفكر أو يبالي بأنها صناعة غربية ولكنه في الوقت نفسه يقاطئ شراب كوكاكولا لأنه غربي ويصب في صالح عتلة الاقتصاد الغربي معناه أن تطالب بتطبيق الشريعة كما لقنك عليها شيخك ولا تعرف كيف ولا تفكر أنك ملتاث وتطلب المستحيل معناه أن لا تفكر ولا تفهم ولا تحلل ولا تنقض ولا تراجع ولا تتثبت ولا تشكو إلا فيما يتعلق بالآخرين فقط لأنهم آخرين وتلك هي جريمتهم هذا هو معنى أن تصبح مسلما الآن؟ تحية طيبة أصدقائي اليوم نشرت بوست قول فيه بأن الإسلام أو المسلم الآن مسألة مثيرة للارتباك والإشكالات والمشاكل المختلفة وتسألت ما معنى أن يصبح الإنسان مسلما الآن؟ طبعا هو كلنا محسوبين عن الإسلام أو مسلمين فعلا مخلصين أنصاف مسلمين لا متدينين خارجي من الإسلام أنواع مختلفة من المسلمين الآن لكن هؤلاء جميعا هم الآن تحت الأنظار أينما ذهبوا وسواء من قبل المسلمين من أقرانهم أو من الناس العاديين أو من قبل المختلفين عنها دينيا فبالتالي نحن دائما نكتشف بأن وضعنا مرتبك وسط الآخرين بغض النظر عن موقفنا الشخصي معهم أو موقفنا الحياتي أو الاجتماعي أموما معنى أن تصبح مسلما الآن هو أن تعيد ذاتك أو تعيد ذاتك إلى زمن مضى قبل 1500 عام كما يعلمنا عليه الشوخ لكن بالحقيقة أن الإسلام كدين هو فكرة خرافية أو فكرة بلاغية فكرة مفهومية لا أحد حتى الآن يعرف معناها ومبنائها وتأريفها خرافة على حال أساطير الطاقة والشاكرة وقصص النجاح والتنمية البشرية حاليا والسؤال الآن هل ليس أن تصبح مسلما الآن وهذا سعي كثيرين دائما يحاول كثير من الشباب يشوف خاصة يتم استغفالهم ودائما يحاول أن يكون مسلما صالحا وتقيا وورعا ومحافظا عن دين ومدافعا عنه بكل الطرق حتى بنفسه لا بأس هذا يعزز شعور الشاب خاصة بالانتماء وبأنه عضو فاعل في الجاخل جماعة البشرية وهذا ينطي نوع من العزاء النفسي أو ينطي نوع من الاحترام لذاته وأنه جزء من الجماعة وليس عضوا سلبيا وهذا الجزء أيضا وضحته بحلقة سابقة الأخيرة اللي نشرتها جزء من حاجة هذا الإنسان لأن يرتقي داخل نظام الطبقي للجماعة ويصبح ذا ذو شأن السؤال الآن هو هل أنت يعني هل ضروري أن تصبح مسلما أم تصبح إنسانا أولا أنت مسلم بالأصل يا حبيبي يعني ما يحتاج أن تقتل نفسك وتثقل على نفسك هذه المسألة أنت مسلم بالطبيعة بالولادة بالنشأة بالثقافة فأنتهي الموضوع لا حاجة لأن يعني تضغط على نفسك أكثر من لازم أنت موجود مسلم لكن السؤال لماذا هذه الأهمية لهذا الموضوع لأنه هناك حث وهناك مخططات حملات ومشاريع إعلامية ومشاريع سياسية كلها تحتاجك رصيد لها تحتاج أتباع مخلصين أتباع عميان لا يفهمون لا يناقشون ينفذون ما يطلب منهم وسوضح هذا لاحقا أنت مسلم بالأصل بطبيعتك بالولادة وبالنشأة فالسؤال ما عدا عما بدأ كما يقال أن تريد أن تصبح مسلما نموذجيا لا بس يعني هناك طريق واضح وممتاز هو أن تحتفظ بدينك وثقافتك وإيمانك لنفسك هذا المبدأ الأساسي وأنت أصلا هذا موجود عندك كل ما بالأمر أنه تطور معلوماتك تطور ثقافتك وإيمانك بنفسك لكن العالم مختلف الآن عليك أن تشعر بأن هذه المسألة خاصة بك مسألة خاصة من الأول والأخير هي مسألة خاصة بك وعليك أن تدع الحياة تستمر ولا أن تخرج على الناس شاهرا سيفك بحجة أنك مسلم يعني كل واحد آمن بشيء أو تفرغ للشيء عليه على العالم كله أن يتبعه هذا التفكير الطفولي هو يشعر بأن هذه القضية يجب أن تسير بهذه الطريقة وعلى الآخرين جميعا أن يغتنعون بها وإلا فانقلبة الدنيا علينا أن نتعلم كيف نؤمن بشيء ولكن لا نفرضه على الآخرين كل إنسان عنده هذه الرغبة يعني هذه مسألة معروفة أنا مثلا يجبني الشاي الأخضر مثلا فأنا يعني حاول أقنع الناس بأن الشاي الأخضر هو فيه الحل السحري الوحيد وأحاول وأفرح عندما الناس يسمعون كلامي ونصيحتي هذا فيها نوع من تطيني نوع من الاعتزاز بالذات بأنني يعني أندي أشياء ناجحة وأندي ملاحظات دقيقة ولطيفة وأنني لست بالشخص الغبي وأنما أندي تأثير على الآخرين هذا يطيني هذا الشعور لكنه عندما أجد الآخرين بأن هذه المسألة بالنسبة لهم يستغلك ويستثمر طاقتك ويسلب منك إنسانيتك لصالح مشارعه فبالتالي أنت من يريد أن يصبح مسلما نموذجيا لأن الوضع العام يطالبه بأن يكون بهذا الشكل المحيطة هو دائما يحرص على إسلاميتك وعلى أن تعبر عنها الإسلامية وبما يدفعك دائما للحثل أن تطالب نفسك بأن تتغير مع الوقت والبعض يتطرف إلى درجة مرعبة لكن المفروض أن الإنسان يعرف بأن هناك طريق واضح كما قلت أنه موحد يحتوظ بدينه وثقافته لنفسه ويترك الناس بحالهم طبعا هناك طريق آخر وهذا الطريق يتاجر به بعض الذين حولك أو حولنا جميعا هؤلاء وظيفتهم استثمار هذا الإسلام أو هذا الإيمان حتى هناك بالزمن القديم كان أي إيمان أو أي ظاهرة موجودة ثقافية الكل يحاول استثمرها فهناك يطلع ناس من الذكاء والمهارة والشطارة لاستثمار هذا الإيمان والهدف يعني الهدف واضح أو ربما غير واضح في البداية وحتى بالنهاية ربما الهدف هو أن يسلبوك عقلك ونباهتك ومعرفتك بحقيقة الأمور دائما تشعر بأن هناك قضايا مقدسة ضخمة مثالية يجب أن يتم تنفيذها هناك إسلام في خطر لا تعرف ما هو الإسلام بالحقيقة كلمة عائمة ضخمة هناك مبدأ بوذي أي مبدأ كان فتشعر بأن من واجبك أن تنفذ هذه الأحلام المثالية لكن بالحقيقة أنت تخوض هذا الصراع وهذا الكفاح أنت ضحيت بعقلك ونازلت عنهم هؤلاء الذين يسلبون لك عقلك يجعلونك تسير خلفهم كما يسير الكلب بصراحة ويدافع عنهم حتى بروحه ويفعل ما نمرون به دون نقاش بالتالي عليك أن تسأل السؤال الأساسي هل الأولوية للمسلم أم الإنسان السؤال هو سؤال الإنسان يا أخي ليس سؤال الأديان فأنت لن تصبح مسلما أو مؤمنا بأي شيء دون أن تكون إنسان أولا وهذه وضحتها مسألة موقف الفقهاء من الإيمان بحلقة قبل سنتين تقريبا عندي حلقتين عن الإيمان في الإسلام وكيف تم تحوير مفهوم الإيمان إلى مسألة لها علاقة تطبيق الشريعة حسب مشيئة رجل الدين أما ما تعتقده أنت كشخص فليس ضرورنا الإيمان يجب أن يكون ملحقا بالعمل وهذا العمل من يحدده لك يحدده لك الشيخ أو الإمام وعليه لا يوجد إيمان بدون إنسان كن إنسان أولا ثم يفعل بعد ذلك ما تشاء وأنا أعتقد ستكتشف أن لا أحد يستطيع بعد ذلك تقفيص عليك أو وضعك في قفص ويدور بك بعد ذلك في أسواق المؤامرات والميليشيات والجماعات المسلحة والأحزاب السياسية والمرتبطة بقوة ومافيات سياسية ضخمة يبيعوك في هذه العملية وأنت لا تعرف ما يحدث بالعكس ربما تكون فخور بانضمامك لهذه العصبة المؤمنة أو تلك الدولة أو الجماعة وعليه أنت تقتل نفسك بنفسك أيها المسلم الذي تدافع عن ما تسميه إسلام أنت تلغي ذاتك وتسحقها ومن أجل ماذا كما قلنا من أجل فقط أن تشعر بالفخر وانتماء الجماعة وأنا أقول لك بصراحة هذه الجماعة متخيلة يا عزيزي أنا لا ما عندي مشكلة أنتمي لجماعة الدينية أو جماعة حزبية أو سياسية لكن عليك أن تمتلك إنسانيتك وأن لا تجعل لأحد فرصة أن ينتهك هذه الإنسانية ويستثمرها لصالحه ولصالح من يعمل لأجلهم فبالتالي أنت شخصيتك واضحة ولا يمكن أن تؤلي عليها شيئا آخر ولو كان مقدسا والسبب أن هذه الجماعة التي أنت مسحور بها الجماعة الدينية التي سحرت بها بسبب الزن اليومي بالإذاعة والتلفزيون وبالفضائيات وبالمدرسة وبالشارع هذه الجماعة وقادتها لا يمكن لهم أن يعيشون أو يكسبون أموالهم إلا بطريقة طفيلية على حساب الجميع هؤلاء بالنهاية بعد ذلك لن يقدموا لك شيئا له قيمة ولن يجعلوك تتعلم أو تحصل أموال ترتقي بها بنفسك وتذهب إلى وتحصل على شهادات عليا وعائلتك تعيش بطريقة ممتازة لا هؤلاء بالعكس هما يأخذون منك ولا يطوك حتى يأخذون منك حياتك هؤلاء بالنتيجة النهائية ليس أمامهم سواء العمل بطريقة لصوصية غزو سلب نهيب باسم الدين والجهاد هذه النهاية لا عمل ولا جهد حقيقي ولا سعي شريف ونافع لك ولجميع كل ما يسفر عن هؤلاء هو عنف عنف والسبب هو أنك منذ اللحظة الأولى سحقت الإنسان داخلك وقدمت الأديان على حساب الإنسان الأديان وجدت لكي يعبر الإنسان بها عن نفسي لا أن تجعل الإنسان أداة من أدواتها جاهزا للتضحية به في أي لحظة أو مناسبة هذا حتى لا افترض أن الأديان شيء عظيم وغير مخترق حتى لو كانت هذه الحالة فالإنسان هو أولاً وقبل الأديان والمهم أن لا تنسى بأن هدف هؤلاء جميعاً هو تدمير عقلك وجعلك عبداً طائعاً في خدمة شيوخ جهلة وصوليين طماعين جشعين آخر همهم أنت وأهلك الأولوية خليها دائماً بهذه المناسبة للمواطن وليس للمسلم فيك فأنت مجرد أعمل مقارنة بين حقوق المسلم وحقوق المواطن حتى تعرف حقيقة الأمور حقيقة ما يجري عندما تعرف حقوق المسلم تجد أن المسلم ليست له حقوق الحقوق كلها لله فبالتالي هو قربان يتم التضحية به بأي شكل مشكال هو يضحي بنفسه ويصرف الأموال ويضحي بكل شيء ونسى العالم يرتكب جرائم يرتكب أفعال يعتبرها أفعال إيمانية يرهق نفسه بالعبادات وبكل شيء يرفض التأقلم مع العالم ومتغيراته هذه كلها خسائر لا حصرة لها يعيش دائماً في حالة قلق مستمر من أنه لم يؤدي حق الله لكنه لا يفكر بحق نفسه هو يعتبر حتى نفسه أمار بالسوء فهذا القالب أو هذا الموديل والنموذج هو هذا الذي يجعلك عبداً طائعاً عندما تقارن هذه الحالة مع حقوق المواطن بالدولة الحديثة تتفهم لكن لجب أن تتجاوز هذا الحاجز النفسي الذي خلقوه بينك وبين ذاتك الحقوق المواطن عندما تكتشفها ستعرف ما الذي خسرته ستعرف بأن حقوق المواطن الكل يحاول الالتفاف عليها وسرقتها والتشويس صورتها حقوقك كإنسان هي حقوق المواطن أو خلينا من المواطن لأن المواطن هي علاقة بالعلمانية وما على ذلك أو بالحداثة عموماً الإنسانية حقوقك كإنسان الكل يحاول تقليصها وسرقتها لأن أي كسب من حقوقك أي مكسب يحصلون عليه من حقوقك أو تتنازل عن جزء من حقوقك هو مكسب لهم مثلاً الشيخ استطاع أن يجمع له أتباعاً ألف تابع مثلاً فهؤلاء الألف تابع كم يتنازلون عن حقوقهم الأساسية هذا كل الصبح في رصيد الشيخ أو الأمر أو الإمام الذي يطيعونه ويسيرون خلفه فأنت تنازلت عن حقوقك مثلاً مئة دولار فرضاً نحن نحكي بالأرقام هو المسألة مش أرقام يعني فإذا ألف واحد هاي مئة ألف فإذا الرصيد هذا الشيخ هو مئة ألف وهذا دائماً الشيخ دائماً يطالبكم بأن تكونون متدينين أكثر مؤمنين أكثر تؤدون الفرائضة أكثر فكل ما أنتم أديتم أكثر كل ما رصيده يزداد فبالتالي رصيد الإيمان هو رصيد مزيف وليس بالرصيد الحقيقة هذا الإمام الذي يقودك ويغسل عقلك هو بالحقيقة يعمل من أجل زيادة رصيده كل ما زاد رصيده كل ما زادت حبوته وزادت أملاكه وزادت فرصه وزادت قدرته على أن يساوم الآخرين لأن هذا الشيخ بالتأكيد والإمام لديهم منافسين هناك منافسين لديهم أربعة آلاف تابع خمسة آلاف تابع البعض أثم مليون تابع مستعدين أن ينضحون بأنفسهم من أجل بالغالي والنفيس تالي هي العملية لا تحدث بدون أن تتنازل عن حقوقك لا سبب شوف الدول تجد أن من الأسهل عليها أن تجد إنسان مسلم من أن تجد إنسان يطالب بإنسانيته لأن المسلم أرخص بكثير من المواطن لا يكلف كثيرا ممكن أن يلاقي الأمرين بحجة أنهم مؤمن ويضحي ويعني الله يجازيه بالآخرة لكن المواطن لا أو الإنسان عموما الدول والحكومات العربية تجد صعوبة بالأمر يعني هذا مكلف جدا وهم يعني يريدون يضعون في جيبهم فكيف يعطوك أنت حقوقك فبالتالي رصيدك الإنساني كلما نقصه كلما صب في رصيدهم هيخليها ببالك يعني هي هاي القضية الأساسية يعني اليوم حبيت أن أتحدث لأنه هالبوست اللي نشرته البعض استاءمن عنده كثيرا يعني ما أعرف يعني ممكن حبيت يعني مو أوجه نصائحي يعني مو أحب هذا الشيء لكن أنا أتحدث بشكل عام يعني وأتحدث معي شخص مجهولة يعني أو شخص ربما يعني لديه أسئلة من هذا النوع أنا خليه سير مؤمن متدين يعني ما عندي مشكلة لكن يعني يعني أنا أرى بأن تنازلك عن إنسانيتك سيكون له ضرر كبير علينا جميعا وبالتالي لن نستطيع جميعا أن نتقدم ونتطور ونغير حالنا من السيء وليس إلى الأسوأ كما يحصل حاليا بل من السيء إلى الأقل سوءا وهكذا إلى أن تبدأ العتلة بالدوران عندما يصبح الإنسان قادرا على أن يعني يخرج نفسه من طور الوصاية بتعبير إيمانويل كان حتى نعرف الحقيقة خلينا نراجع نشوف أنه من له مصلحة بوجود مواطن ومن المتضرر من له مصلحة بوجود المسلم هم الحكام الدجالون المحتالون السراق القفاصون الحشاشون الدول الكبرى إسرائيل أيضا بالمناسبة هؤلاء جميعا إيران قادة إيران هؤلاء عندهم مصلحة كبرى بوجود المسلم وجود المواطن هو خسارة لهم لأنهم لن يكسبوا وحتى لو راعوا إنسانية لدى الإنسان وقروا حقوق المواطن فعندما يعي هذا المواطن ويعرف الحقائق ويكتشفها لن يكون بحاجة لهم لأنهم ليس لديهم شيء اللي يقدموه لك الإمام والشيخ وخطيب الجامعة ما اهترامي لهم جميعا ليس لديهم شيء يقدموه لك ماذا يقدم لك يعني يعني الطبيب موجود والعالم النفس موجود وعالم الاجتماع موجود والسياسي موجود والمعلم موجود والإنترنت موجود أي شيء يتعرفه تعرفه فما الذي يقدموه لك بالتالي وليس لديه سوى بضاعة مخشوشة ومزايفة يقدموها لك وهذا معناه أنه يجب أن يقلص رصيدك الإنساني والمواطني أو باعتبارك مواطن داخل الجماعة البشرية أو الدولة أو النظام الذي أنت ولدت ونشعته في فضائه وعليه فأن عليك علينا أو علينا جميعنا نعرف أن وجود المواطن هو الشوكة التي تدمر كل الأكاريب وليس المسلم وجود المسلم هو موجود طبيعي لكن أن لا يتحول هذا المسلم إلى رصيد على حساب المواطنين ولهذا السبب يتحول هذا المسلم كلما تقلل الرصيد الإنساني داخلي يتحول إلى أداة هذه الأداة تقمع المواطن وتقمع الإنسان الآخر وبالنتيجة النهائية هو الآن إذا عندك ألف تابع من المسلمين المتعصبين راح تحصل رصيد مئة ألف لكن هؤلاء المئة ألف كل واحد منهم سيطر على مجموعة من الناس مئة صار عندك رصيد عشرة آلاف أو مئة ألف شخص وبالنهاية أنت تشعر أنه أنت الإمام أو الشيخ في المنطقة أو الحركة المعينة في منطقة معينة اختطفت مصير ومصالح وأموال وثروات وهيمنت على ثرواتهم وحقوقهم مساحة مدينة مثلا البعض في في العراق عندنا جنوب مناطق يعني محافظة كاملة هي يعني مرسومة يعني موقعين عليها استلام وتسليم لشخص معين وهذا يفعل فيها ما يشاء ماك دولة لا توجد دولة تسيطر عليها ويفعل ما يشاء لا قانون ولا نظام ولا أي شيء وهذا موجودة في سوريا أيضا حاليا هذه الميليشيات مدام موجودة فأنت اعتبر هذه المسألة الأساسية لماذا؟ لأننا تنازلنا على الإنسان ليس الهدف الآن أنا أتعرض لدين أو شيء حتى أقول لك أن الصورة هي هكذا حتى وعلي يعرف الحقيقة يعرف كيف ترتبط الأمور مع بعضها والسبب كما قلت أن المواطن لا يمكن أن يكون أداة بل هو على الأكس هو الذي يجعل كل ما حوله أداة تسهم في الارتقاء بنفسه وبجماعته وبأهله وتطوير إمكاناتهم بل أيضا أن هذا المواطن يجعل حتى الأدوات أدوات نافعة لجميع وتقدم لهم ما هو أفضل دائما هذا المواطن الصحيح ماذا يحصل مثلا لو تمسكنا مثلا بقدسية الإنسان وقدسية حقوقه فنسأل هذا السؤال لماذا لا نسأله بدلا من أن نسأل الأسئلة الضخمة مثلا كيف نصلي لماذا قال عمر كذا ولماذا قال فلان كذا وهذه القضايا التي ما لها علاقة يعني ما لها علاقة بحياتنا لا لو تمسكنا بقدسية إنسان وحقوقه ماذا كان يحدث أنا واثق تجردنا من كل انحيازاتنا المعرفية وانحيازاتنا الدينية وتجردنا حاولنا نكون موضوعين قدر الإمكان راح نشوف أنه ما كان ممكن أنني يحدث كل ما حدث في عبر تاريخنا الذي عشناه معا يعني ما كان حدث ما حدث في غزة مثلا ولا حدث ما حدث في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في إيران ولا في ليبيا وهكذا من السبب لماذا كل هذا حصل اللي حصل هو هؤلاء الجهلة الأغبياء أو الحمقى أو المغرر بهم الذين استمعوا لكلام الشيوخ والشيوخ أنفسهم قولوا الذين قبضوا الثمن من دول عظمى ومؤامرات ومافيات سياسية لا أحد يارف عنها شيئا إن فضحت الأسرار لكن جزء بسيط ملعتها طبعا عندما تحدث مع أحد يقول لك هؤلاء لا يمثلون إسلام هذا كلام ما هو يعني على أدنيه شيء مغلقة يقول لك أنتم لا تمثلون إسلام شيء مضحك حسنا إذا حنفت أنه مثلا يتحدث معك وأن هؤلاء الذين ارتكبوا الموبقات وهؤلاء الذين استغلوا الناس وألقوا بهم في التهلك وفي حروب لا نفعلها أرسلوا مجاهدين حرضوا على العنف هؤلاء ودوائش وطالبان يقول لك لا يمثل إسلام أوكي لكن أنت الذي تدعي هذا الشيء اذهب كن شجاعا وقل السلفي أنت لا تمثل إسلام أو قل مثلا أو اخرج وتظاهر وقل حماس لا تمثل إسلام ليش ما تطلع يعني إذا أنت صادق وحقيقي هذا يكشف بأنه حتى رجل الدين عندما يسلب عقول الناس بحجة أنه يحول هو بالحقيقة يعلمه على الكذب يعلمه على أن يخدع نفسه ويخدع الآخرين ويصبح الكذب والنفاق جزء طبيعي منه من سلوكه وتصرفه وحتى نظام تفكيره هكذا يبرك ربما يعلمك على القتل والإجرام ولكنه يشعر بأنه يفعله حسنا هذا الشيء الخطير فيكذب بسهولة ويعتبر أن المسألة مسألة صراعه لا يعتبر أن المسألة مسألة حق أو حقيقة أو صدق أو مسألة ضمير مسألة أخلاق مسألة احترام للآخرين ولحقوقهم احترام لرأيهم تسامع معهم تقبل لوجودهم ولآراءهم ولحاجاتهم لا بالنسبة لله هو مغالبة بالنسبة لله هو يقولك أنا أكذب فالأشياء هو كله في خدمة الله وفي خدمة الإسلام هذا الديباجة الضخمة المانشيت لكن بالحقيقة هو يفعل الأفائل كل ما هو السيء ولا أحد يعرف ما هي الحقيقة فبالتالي هو يصبح يتحول إلى مجرم لكن مجرم عقائدي هذا الفرق الوحيد بينه وبينه المجرم يعني الذي يجرم بهدف الإجرام وبهدف الكسب المادي الفوري بدون أي غطاء غطاء ديني أو شرعي وبصراحة حتى نكون أكثر صراحة وخلني حتشها بصراحة بصراحة أن الإسلام هذا الذي يتحدث عن الإسلام الصحيح والصالح هو هذا الإسلام الذي يخفج الآخرين هو بالضبط هو هذا الإسلام الصحيح أو الدين الصحيح الذي يدعي كثيرا بأنه نحن لا نطبق الإسلام الصحيح هذا الإسلام الصحيح والدقيق والذي يعني يعترف أو يطالب الجميع بأنه بتطبيقه هو هذا بالضبط الإسلام الذي أنت تفتخر به أنت الذي بسببه تقول وتتحدى الآخرين وتقول لهم موتوا بغيظكم هذا الإسلام هو الذي تدعي أمام الآخرين بأن العزة له لا بأس ما عندنا مشكلة أي مؤتقد أو أي انتماء أو أي رغبة بين انتماء الموضوع معين أو الدفاع عنه لا بأس هناك أن تشعر بالعزة والكرامة لكن هذا لا يسمح لك بأن ترفض الآخرين يعني لا أكو فرق بين هذه وتلك يعني عندما أنا انتقد شيء معين وأقول لهم هناك إشكالات يا أخي فمن حقي هذا يعني لا تستطيع أن تسلبني هذا الحق يبدو أنك عندما تتخذ هذا النوع من الإسلام فهو الهدف من أنت إلغائي وبعد إلغائي وإما أن أنضم إليك وتحول إلى ذيل من تابع لك أو يتم تصفيته وهكذا أنت في حالة حرب مستمرة لا نهائية وتشعر بأنك تخوض عملا أو تمارس عملا عظيما عليك أن تفهم يا أخي أنت المسلم الذي تدعي أن العزة لإسلام فعليك أن تعرف ما هو هذا الإسلام الذي تدعيه هو مجرد شعار شعار يستعمله جميع أداة من أدوات السيطرة عليك وعلى أهلك وعلى ناسك وتدميرك حتى لو كسبت شيئا من الآن أيضا سيؤدي إلى دمار أهلك وناسك وأبناء بلدك يعني يبدأ أن تعرف أن العالم لم يعد آية يعني ما عاد العالم الذي حولنا هو آية ونقول سبحان الله على كل شيء يعني العالم أصبح مجرد أشياء أشياء معروفة وكل هنا نعرف تفاصيلها كان العالم بالزمن القديم يعني يرون السماء يعتبرونها آية من الآيات العظيمة يرون النجوم والأقمار يعتبرها آيات وكلها إشارات وبها معاني وأن هناك قوة كبيرة عظيمة تسير خلفها وكل شيء يحدث هو هناك أسباب وإلها علاقة بإشارات واليوم مطر هذه إشارة لأن هناك رسالة تقنى من الملائكة وهكذا الآن كل هنا نعتشفنا الحقائق أغلبها تقريبا حقائق الأساسية أنه الطبيعة والقمار والعالم لم يعد الإنسان ينظر إلى السماء ويعتبر أنه هناك فيها مصابية هذه المسألة انتهت يعني بعد الفاصل سأتحدث عن شخص رد علي وقال أنه الإسلام هو مشكلة ليس مشكلة إنما هو مشكلة بالنسبة لمن يستمتع بعبادة الأحجار ومشكلة بالنسبة للكفرة لأنه يفضح الكاذيبهم فقال نسمع بعد الفاصل طبعا سيقول المؤمن كما قلت إن الإسلام منذ اليوم الأول لظهوره أصبح يشكل مشكلة لمن استمتع بعبادة الحجر أو الصنم ولا يزال مشكلة للكفرة لأنه يفضح الكاذيبهم طبعا هناك هذا الخطاب مشهور ومعروف وممكن متوقع بالحقيقة عندما تاريخيا نعرض بأنه لم تكن لدي الناس مشكلة قبل ظهور الإسلام بالعكس الإسلام عندما ظهرت المشاكل كلها كانت الناس في أمان قبله حتى عندما في زمن مكة سير سير النبوية نتذكر أيام قريش أيام في مكة أيضا أبناء يثرب المدينة في العراق والشام ومصر كانت شعوب يعني عايشين حياتهم صحيح سير حروب بين الامبراطوريتين الرومانية والبيزلطية والفارسية لكن بزمن ظهور إسلام انتهت هذه الحروب واستقر الحال وبالعكس كانت الناس في حالة نكبة كبيرة كان هناك طاعون جستانيان طاعون ضخم قتل الملايين وأيضا الشعوب منهكة من الحروب التي لم تنتهي يعني حروب كبيرة صارت بين الفرس وال بين هرقل والساسانيين حرب من سنة 1602 نعتقد 602 إلى 628 يعني تقريبا 26 سنة هروب مستمرة الرسول توفى بعدها بأربع سنوات بعد نهاية بال627 تم استعادة إيلية أو القدس على يد هرقل وبعدها ويقال أنها علاقة بآيات محددة من القرآن لكن هذا موضوعنا بالتالي عندما تتحدث أنه الإسلام هو السبب مشكلة بالنسبة لكم بالحقيقة هو ظهور الإسلام سبب مشكلة لأنه شكل جماعات شكل دولة دولة المدينة دولة صغيرة وأرسل جيوش يعني لم يأتي الفرص إلى يثرب أو مكة لاحتلالها ولا أصلا ولا يفكرون بالموضوع لأنه إذا احتل المدينة يجي سوى بها يعني ما تاتش يعني أصلا ولا تسوى يعني ما تسوى يعني ما يروح للصحراء يحتل المدينة شي سوى بها ماذا تقدم له فبالتالي هو قاعدين أنتم مكانكم فبالتالي من السبب المشاكل هو الإسلام من سبب مشاكلهم والإخوان اللي حار شكلوا حركة سياسية بالأشرينات واختعلوا وفعلوا الأفائل وهم ليسوا موحدهم معظم الأحزاب ذاك الزمان وحتى العان يفعلون هذا الشيء لكن هذا هو تحت راية الإسلام وبإسم الإسلام قدم هذا اخترق المشاكل هؤلاء هم الذين يعني قادة القائدة وسببوا المشاكل للعالم كله فمن يسبب المشاكل هو من يدعي الإسلام وليس من يتحدث ويقول أن هذا الإسلام الذي الشائع الذي تدعون إليه وتشوهون بإسمه للعقول هذا سبب مشاكل لجميع وعندما تقول يقول هذا الحجة يقول الإسلام يسبب مشكلة لمن للكفر فعندما نتعامل مع الناس بهذا الطريقة أنت مؤمن بالدين مالتك وهذا الدين ما أين كان لونه وشكله ولا بأس بالعافية عليك لكن لماذا تصنف الآخرين من أعطاك هذا الحق أنت افترضت وجود حق خاص بك لكن لا أحد يسمح لك بأن تمارس هذا الحق أو تسمي الآخر كافة هذه المشكلة هي التي أنت أصابتك وليست الآخرين الآخرين ينظرون لك شزرا أو يعني من بداية الحلقة ما تحدثنا عنه ماذا نسيت السؤال ماذا يعني أن تكون مسلمين الآن هو هذا الذي أنت تحدث عندما أن تكون مسلمين الآن تصنف الآخرين لا تصنف أنا حتى بالقناة يقول لي أنتم الملحدون يا أخي تز بالإرحاد أنا رجل أفكر أنا فكر يفكر فأول مفكر أنا رجل يفكر في حالنا ويحاول أن يقدم أضاءات رؤى يكتشف أشياء ويشارك بهذه المعارف بس أنا ما عندي هدف تبشير ويقول لك لازم تفعل كذا لا بس رأسا لا ما دام هو نتحدث عن شي موضوع يجب أن يكون تاب عليه يجب أن لا يناقش رأسا يقول لك أنت كذا وبطريقة غير مؤدبة وتفتقد لللياقة وأبسط أبسط مبادئ الأخلاق يقول لك أنتم كذا وكذا وهذه طبيعة الملحدين يا أخي تريش تصنف بطل تصنيف بطل تصنيف رجعا أنت عندما تبطل تصنيف عند ذاك تصبح إنسان سوي فقط لا تصنف الآخرين اقبل الآخرين كماهم اقبلهم كماهم عند ذاك ستكون سوف لن تكون مشكلة للآخرين ولن يعتبر كالآخرون مشكلة لهم لا تسميه كيف كافر التشارك هو من جرد واحد يعني عنده فكرة خاص من أين من أين أتيت بهذا الحق أنه تحدد أنه كافر لماذا أنا أقول لك الشيء قلق لك العالم لونان إما مائي أو ضدي طريقة بدوية عشائرية بدائية متخلفة جدا انسحبت على الدين وأصبح الدين وأعتبر الدين من الدين العظيم لكن لا يشرف أي دين أن يصلف الناس بهذه الطريقة كانت كانت تصنيف ضروري قبل 1500 عام قبل 1000 عام قبل 500 عام لكن الآن الآن هناك متجتمعات وليس جماعات رح أوضحها بالقسم الأخير من الحلقة بالتالي أنا أقول لك في عصرنا الحالي كانت حتى حالة العصر حالي كانت حالة الناس أفضل بكثير مالا وأخلاقا قبل ظهور الإخوان والإسلاميين والولائين كانوا حتى دينيا أفضل يعني إسلام الأمهات إسلام الجدات بالعكس من أجمل الناس كانوا إسلام أنا ذكر والدي إسلام يجن يعني قم بالطيبة والجمال والرقي والبراءة والفطرة من أروع الناس كانوا وما زالوا يعني جداتنا وأجدادنا تذكرهم شوف الناس الكبار بالعمر هذا الإسلام الحقيقي الدين الحقيقي بينما تشوف الدين الشاب اليوم شفت واحد حاط مسدس على الشيخ حاط مسدس على الميز قال اقتلوا شايل مسدس لا لا يعني ينبح ينبح ويريد كأنما يشوف يفتح انهار من الدم ما يعرف شبي يعني جنون جنون بصراحة وعلى كل حال ما مشكلة تتعالج تتحد تدافع عن إسلام باعتبارة عندك عقيدة هذا الإسلام الذي تريد أن تعتبره رسالة عظيمة لنه هو فعل الرسالة ولكن الرسالة انتهت بوفاة الرسول انتهت هو قال انا عندي رسالة فانت يعني انت تصير نبي مكان تقول انا عندي رسالة اخرى هو الرسول اجي ونزل وقال عندي رسالة انت رسول حتى تدعي الإسلام اذا اصمت ما عندك اي حق وبالتالي حنفت عندك رسالة جديدة وهذا الإسلام على عين راس هل هذا الإسلام الذي تدعو لها يعترب وجود إنسان وإنسان حر هل هذا الإسلام الذي تدعو إليها يدافع عن هذا الإنسان ايا كان فكره او ميله الديني هل يدعو هذا الإسلام الذي تدعو إليه وتقاتل من أجله إلى المحبة والسلام والتسامح يعني فعلا مش فعلا وعقيدة يعني ضمن أسسه العقيدية يعني يدعو لهذه المبادئ المبادئ المتسامحة فألن عقيدة لا قولا ودعاء هل يذم هذا الإسلام النفاق والمعايير المزدوجة هل يدين العنف أي كان السبب هل ينتصر للعلم وللتطور وللبحث بموضوعية وبمنهجية ماذا سيقدم لنا هذا الإسلام لو حكمه هذا السؤال لو وصل إلى سيدة الحكم أمثال أمامنا أمامنا خلال نصف قرن أمامنا أمثلة ممتازة تطينا فكرة عن هذا الإسلام مثال الخميني موجود خميني كان في باريس كان موجود وقال أنه أنا مجرد يصير عدي وسائل الإعلام بالتسعة وسبعين أو نهاية الثمانية وسبعين قبل أن يذهب للطهران قال أنا ما عندي مشكلة أنا أدعو للديمقراطية قالوا هل تدعو السؤال كان هل تدعو للديمقراطية قال هي طبعا أنا في الديمقراطية ونظام دولة ومواطنين وأنا بس أريد أقضي على هذا النظام البشر وخلاص وبعد ذلك أنا أرجع إلى التكي مالتي وأجلس في الجامعة وأمارس التدريس كما كنت سابقا وصل للإيران الطهران بعدها بشهر شباط بين 1979 نزل من الطائرة وتغير الحال تغير الحال خلال السنة بعد ذلك استولى على كل شيء أصبح هو وقال ها كان إحنا عندنا يعني الآن الإسلام فيه خطر ويجب أن أن لا سأتراجع عن هذا عن هذا الوعد وعن هذا المخطط اللي أنا وعدت به لكن تخيلوا فهذا نموذج هذا نموذج والآن ماذا الآن يجروا للنساء منه بالشارع لأنه مجرد شوية طارع خصصة شهر صدروا قرار فهذا نموذج فضل هل هذا يصنع إنسان هذا أيضا هلالك آخرين يعني مثلا أجيب أمثلة كثيرة مثلا الإخوان إخوان لم يتركوا طريقة لل للقبض على سدة الحكم لم يفعلوها اغتيالات على مؤامرات لم يتركوا شيء لم يفعلوها هذا إسلام هو هذا الإسلام بالأراق هم أيضا لم يفعل الآن ميليشياد ديني عندنا ستين سبعين حزب كلها تحكي باسم الله يعني يعني ربع الله و كتائب الحق وأهل الإسلام أهل الحق حزب الله كلها حزاب الله كلها تحكي باسم الله فأين حل هذا هو الإسلام والآن نص البلد تحت خط الفقر و مجرد وعد يفتح فمه في كلمة يتم قتله يطلعوا قرار قبل أيام قرار ما للمثليين ومن تقرأ نص القرار تشعر بأنه ممكن نص البلد بأي لحظة يتم تصفيته واعتقاله وقتله لأنه مجرد تقول مثلا هذول الناس باشا لا يتركوهم فرضا فضمن يعني لما تقولون نص القرار موجود إذارية واحد يطلع عليه نص القرار يعني بأي لحظة بأي شخص أي واحد مسؤول أو إمام أو شيخ ممكن يقول هذا الشخص كذا رأسا يأخذه وينتهي يعني أي تهمة يعني في الشيء رجلاج جدا قانون رجلاج لا تعرف رأسه من رجله وممكن لأي إنسان أن يتم التشير به واعتقاله لأي سبب كان وأنا طبعا هذا مقصود يعني ليس أنه لديك الجهة القانوني ولا وجود لأستاذ متخصص بالفق بالقوانين قانون دستوري وبقيات المسائل لا مقصودة لأن هاي التعمية هي أصل الدين أصل الدين هي هاي التعمية العامة يقول لك حكم الله يجب أن نخضع لحكم الله من هو الله ما هو الله أين هو الله يقول لك لا يعمل اتبعني أنا الله بالنتيجة النهاية المنطقية أنه أنا الله أنت تتبعني وأنا النبي يعني هي هاي الحقائق الموجودة على الأرض لا تتبعني أوكي يتم تصفيتك أو محاربتك لكن محظوظ يتركوك يعني 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 يعاقبوك يطردوك يطردونك من عملك أو ينبذوك أو يعني يشوفو لك طريقة هذا كنت محظوظ وبناء على هذا الكلام أقول أن هذا الإسلام الذي تحدثني عنه يا أخي ليس مشهولا يعني حتى تدافع عنه بالكلمات وتدعي ما ليس فيه لا لا حاجة لأن تقول لي أن هذا لا يمثل الدين أنا ما علي ما يمثل الدين أنا علي على الأرض أنا عندما هذا كل كلامي لا علاقة بالإسلام الذي تحقق على الأرض الذي رأيناه عند الشعارات موجودة هناك فرق بين الدين والتدين الدين هو مفهوم فعندما تخذع الآخرين وتقول هذا لا يمثل الإسلام أنت بالحقيقة متواطئ أنت لا تريد أن تتحدث بصراحة أنت تابع ذليل وتريد أن تميع الأمور وأقول لك هذا التميع هو ما نحن فيه الآن نتيجة هذا ما نحن فيه أنه بلدان بدأت تحترق بلدان تهدمت شعوب تشردت بسبب هذا التميع بسبب أنك لا تقول كلمة الحق ليس أمام سلطان جار أمام الشيخ جار أمام الشيخ مدسوس ولا تعرف شبكة علاقاته هي هاي كلمة حق قل كلمة حق لأنا إنسان فقط أن تمتهني إنسان أولا ومسلم ثانيا أو أكون ما أكون ليس لك حق أن تفرض علي شيئا وأنا أحترم الآخرين لأنهم أناس باعتبار بعد ذلك كون ما تشاء هنا تتضح الأمور لن تخسر شيئا إلا عنفك إلا إجرامك إلا نزعتك للعنف ستخسرها لكنك ستكسب حياة ممتازة مستقرة الناس حولك أهلك شعبك الكل سيعيشون بطريقة ممتازة فقط لأنهم أقروا حق الإنساني بأن يفعلون ما يشاءون بما لا يضر الآخرين طبعا قد يسأل واحد يعني مثلا كيف يكون مسلم البسيط مشكلة لنفسه يعني أنا من البوست اللي نشرته خلنا طلعه من جديد طبعا كما ترون هو هذا المقولة ما معناه أن تكون مسلمة الآن معناها أن تكون مشكلة ليس للآخر والعالم فقط لكن لنفسك أيضا وهنا سؤال كيف تكون مشكلة لنفسك فأنا أقول أنه جواب سهل المسلم من اسمه عليها أن يسلم نفسه للخالق ويطيع ربه و عندما نتسأل كيف يحدث هذا هذا لن يحدث إلا عندما يكون ضحية أو أداة طيعة يعجنها ويخبزها ويطبخها قراء ومفسرين وفقهاء وفقا لكتاب يعني ما زال غامضا ويحتمل التأويلات لا تحصى هذا الكتاب أرسله رب العالمين و يعني لم يعد ممكن تفسيره بطريقة سهلة إلا وحدث خلاف حول هذا الأمر تسليم النفس لهذا النفس لهذا المسلم أو المواطن معناه أن يغير أن يسمح للآخرين أن يغيره من طبيعته جذريا وأن يكون هذا الشخص المسلم الذي سلم نفسه من كلمة مسلم أن يكون طموحه بالكامل أن يكون مسلما كاملا أن لا يكون إنسانا كاملا أن لا يمثل ذاتها لا يمثل نفسه إنما أن يمثل من اشترى نفسك مقابل ثمن سيدفع في الآخرة أذكركم بآية أن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم وكان القصد واضح لأن الآية واضحة لكن هذا ليس طعن في الآية بالعكس كانت المخصود بأن هناك دولة دولة المدينة وهناك الرسول هو الحاكم وعلى الآن الجميع أن يطيعوا هذه الدولة لكن الآن الذي يجري شيء مختلف وبعد الرسول شيء مختلف تماما أنه لا هو يقول لك هاي لا أنت تتبئني نفسك وأنا أتصرف بها كما أشاء ليس ليأبي اعتبارها دولة لأن الدولة الحديثة تختلف عن دولة قديمة هاي التعقيدات ما يدخل بها بس يا أموما أن يكون المسلم الآن هو أداء طيعة بيت الراعي يعني الراعية أو أولي الأمر فيجب أن أن يكون من هناك من يعني يوصى بك أو وصي عليك أنت ناس إنسان فاقد للأهلية غير قادل على أدارة شؤونك لا تفهم لا تدرك عليك أن تطيع السيد أو الشيخ أو الإمام هذا هو أيضا كما قلت معنى كلمة مسلم فقهيا وشرعيا وواقعيا يعني مجرد مكتوب بالكتب الدينية أو بالكتب الفقه والشريع لا موجود على الأرض السلوك أصبح جزء من طبيعة الإنسان المسلم يجب أن يسلم نفسه لأولي العلم والعلماء لحومهم مسمومة عليك أن لا تفتح فمك بكلمة فهذا الشيء اللي يخلي المسلمين مثلا أو من يدعي بأنه مسلم هو دائما يخلي عنيف جدا خاصة عندما يتعرض أحد لخطابه فهنا السؤال المهم جدا أشوفه أنه ماذا يفعل المسلم أمام النقد يجب أن نحلل هذه المسألة بدقة وبصراحة بدون لف ودوران كما يفعل من يدعون أنفسهم باحثون أغلبهم طبعا وليس كلهم المسلم أمام أي نقد رئيسا يختار حالتين إما الدفاع أو الهجوم سواء بالكلمة أو السلاح أو العنف قصدي إما بالكلمة أو بالعنف يعني العنف الجسدي الأمثلة كثيرة داعش وغيرها داعش مجرد تسمع بكلمة احتجاج أو انتقاد أو ريحة انتقاد رئيسا تتم تصفية أي شخص أما على صعيد السياسة يعني طرق كثيرة لموارسة العنف سياسيا عن طريق حركات سياسية مسلحة يعني طرق الدفاع بالكلام عن طريق مواقع التواصل وانتهاك الحريات والتشهير والتشويش والتشويه والقذف وفعل كل المحرمات والسيئات مجرد أنه هذا أطلق رأي وهذا ما يصير يعني لا لا يجوز كيف واحد يطرها الرأي أو ينتقد شيء مثلا رأي سنة يقولك أنت أحسن من الله أنت أحسن من النبي أنت تعرف أحسن من ربنا أنت يعني طريقة هذا عد الله رسدي أنت تفهم أكثر من محمد من رسولنا من نبينا من القرآن اسكت يعني أنت لاحق لك كيف أن تتحدث وكأن هؤلاء الذين قرأوا القرآن وقرأوا الأحاديث كأنهم هم وحدهم هي القراءة الوحيدة التي لا قرأ بعدها يعني أنت حتى لو تقرأ أي شيء كل واحد أدى رأي حتى أنظر إلى نفس الشخص واحد ينظر إلى أخوك والثاني أخوك كل واحد عندها رؤية مختلفة هو نفس الشخص لكن كل واحد ما لدينا أن نراه وفقا لثقافتنا ووعينا فكيف بقراءة نص مكتوب اللي هو لغة يعني مجموعة رموز وأصوات وإشارات ودلالات يعني مسألة مسألة سيميولوجية هذا مخادع يعني استغفال الناس بهذه الطريقة السؤال المهم أمام النقد ما لا يفعل المسلم الملتزم أو الذي يعتبر نفسه وحارس للقطيع وواجبه الوحيد بالحياة أن يدافع عن هذا القطيع لأنه قيمته تتحدد خلال يعني أداء هاي المهمة كلب الحراسة يعني وأنا معذرا لهذه العبارة لكنه هكذا هكذا الأمر أنت مجرد كلب الحراسة للقطيع وهي وظيفتك وتفتخر بها والكلب أيضا ليس بالأكس أنا أحب الكلاب لكن هاي موظيفة إنسان بالنتيجة هاي وظيفة موظف موظف عليك أن تؤدي أداء محدد أنت آلة آلة أداتي تم استخدامها لتديم مصالح الجميع وأنت كلما تنازلت عن ذاتك كلما صب هذا في رصيد آخرين يعني عندما مقارنة مع طبيعة الرئيس مال عندما نراجع كاريل ماركس فلكنه جهد العامل فارق القيمة هو يصب في صالح الرئيس المالي الرئيس المالي فبالتالي بالجانب المتدينين يقول كلما تخليت عن إنسانيتك كلما أنت أصبحت هذا التخلي حجم التخلي هو يصب في رصيد رجل الدين أما فائض القيمة عند العامل أو الموظف في العالم الرئيس المالي هذا الفائض يصب في صالح الرئيس المالي لكن الرئيس المالي طريقة مختلفة لكن هو نفس الفكرة يعني الفائض هذا دائما كلما تنازلت كلما ضحيت وعملت لأجل الشيخ أو الرئيس المالي كلما أنت كلما هذاك زاد صيته وزاد زادت قيمته وارتفعت أرباحه وحتى ما نقول أنه الموبخ بخط المسلم نفترض نقول مثلا هذا المسلم الذي يحتاج على النقد لماذا لا يراجع نفسه من الذي يمنعه كائن رديد عجيب يعني أنا أستغرب أنه لا يستطيع ولا يتجرع ولا يفكر بأن يراجع دينه ويراجع مبادئ ويراجع أفكار لا يتحدث بهذا الشيء وهذا الخوف المرضي عجيب هو شجاع أمام من ينتقد دينه أو ينتقد بعض الأشياء في الدين شجاع جدا لماذا لأنه يشعر بالعزوة يعني يشعر بأنه هناك الكثيرين من من سيناصره لكن عندما يصبح رأديد وجبان وخائف ويتحول إلى طفل صغير كأنما طفل بالابتدائية يعني لا يخشى التعرض لأي شيء الجواب هو يعني المسلمين عادة أطم أربعة حلول لهذه المشكلة مشكلة طبعا خطيرة تحتاج تحليل وتحتاج علاج نفس بصراحة هناك ردود فعل لحظة الكثيرين يقول لك لا أنا يقول لك واحد من المسلمين مثلا أربع حالات أو خمسة دعني نقول الحالة الأولى ردة الفعل إذا لا تنتقد شيء مثلا حكب الردة فرضا يقول لك لا هذا كل شيء صحيح أنتم لا فهمين يدين صحيح هاي نموذج بنماذج ردة الفعل المسلم كل شيء صحيح فهو يقول لك لا أنا لا أدخ يعني هذا كل شيء صحيح وأنت شخص بعد ذلك يرجع يهاجمك أول مرة يرفض الحالة ويقول لك لا هاي صحيحة وما بها مشكلة وبعد ذلك يبدأ بمهاجمتك الحالة الثانية أو اللموذج المسلم الثاني هو يقول لك لا هناك أشياء أحنا تحتاج مراجعة فعلا لكن أنت شخص غير نزيه وهدفك محاربة الدين والإسلام ويدخلك بهاي المظلومية الحكايات المظلومية الدينية والحالة الثالثة يعني يختار أن يتنصر ويدعي وينزه ويغير الموضوع تماما يقول لك أنت ما تعرف هاي قضايا مثلا يعني هاي مجرد أقاويل وهذا كلاه مصحيح وغير موجود لكنك أنت تصيقه بطريقة مختلفة الحالة الرابعة بعض المسلمين يقول لك إيه صحيح أنا أندي شكوك لكن يعني يعني أتقبل الموضوع لأنه أريد عيش يعني بالنسبة لي يعني خاصة مقرب إليك فيقول لك يعني يعني عايش حياته وما عنده مشكلة يعني يعني هذا الدين أو غيره دائما من هناك سلطة تتحكم بنا وسلطة اجتماعية سلطة حكومية سياسية فإحنا بجميع الأحوال إحنا ليس بالإمكان أفضل مما كان فحلينا قاعدين وساكتين أحطرهم دمسنا هناك الحالة الخامسة وهي المسلم الذي أو المتدين المسيحي أو أي متدين يعني لأنه مشكلة مشكلة عامة بمناسبة لا تحدث عن الإسلام تحديدا لأنه إسلام لا لأنه أنا أعرف بالإسلام وأنا جزء من المجتمع المسلم فبالتالي أتحدث بما أعرفه بالعالم المسيحي العالم البوذي أكيد أيضا نفس المشكلة تقريبا يعني المشكلة الحداثة خلقت مشاكل الجميع يعني هذه التحولات ليست مسألة سهلة يجب أن نعترف بهذه الأمور أنا لا أنكر أن هناك أشكالات كثيرة حتى لكي لا يفهم الكثيرون خطعا لأنه يفكر فقط أن هناك عداء الإسلام يجب أن نحن فهو عقل صغير جدا لا يفكر ضمن أفق واسع فأدعو دائما الأصدقاء على أن يتفهمون قولي ولا يختزلونه بقضايا صغيرة وثنائية يعني منطق معي وضدي حق باطل كافر ملحد هذه التكلمات يعني لا تليق بإنسان لديه ذرة وعي ومن يقولها هو يكشف عن نفسه مقدار ضحالته المعرفية وضحالته الإنسانية وإن حداء يعني ضعف حاله فمن يقول هذا الشيء أنا يعني أشفق عليه فعليه يعني يعرف بأنه يجب أن يرتقي على هذا هذا النوع من الكلام وهذا النوع من الإبارات مهمة أنا نسيت شنو البالي على كل حال يعني الإنسان هذا المسلم دائما لديه خطة دفاعية ويعتبر نفسه حارس القطيع وعليه أن يدافع عنه يا أخي لسنا في حالة حرب عليك أن تفهم اللي دعوتي إليه عليك أن تفهم بأن المسألة هي العلاقة بنقاش أن هناك مجامع بشرية موجودة جماعات بشرية يفترض أن يلتقون مع بعضهم ويجدون طريقة لقيادة أنفسهم ويرشحون عناسا يقودونهم المسألة هي هكذا ليست هناك صراعات أنا على الحق وأنت على الباطل لا ندرس الحياة حياتنا موجودة عدنا مشاكل إيها علاقة بالتعليم بالصحة إيها علاقة بالسكن إيها علاقة بالبطالة بالعمل هي هاي القضايا الأساسية عندما يجي واحد يقول أنا أندي أكو شريعة قبل ألف سنة يجب أن نطبقها وهي الحل فبالتالي هذا يعني شخص في مشكلة في رأسه وعندما تقول يا بأ أنت معقول هذا الكلام يعني إيها علاقة مشاكل أخرى مختلفة كليا ما لا علاقة بالأديان ولا بالآلهة ولا علاقة بالحياة يعني حياة اليومية أكل شروب خدمات صحة رعاية شنو علاقتها بالدين هاي كلها فعندما تحدث تقول أنت فرض نفسك على الجميع بأي حق ماذا لديك حتى تفرض على الناس الناس جميعا رأيك لماذا ترفض العالم الذي يبحث أفضل أنواع من النباتات مثلا الذي يبحث كيف تطورت الكائنات كيف تشكلت المجاميع كيف نمت الحشرات كيف يدرس مثلا الأفضل طريقة لإدارة شؤون الناس لا هو قالك لا تشند الحكم لله مش مو إلك يا أخي يعني شعلي أين هو الله لا الحكم لله هناك نص موجود هذا النص يابد أوكي النص تعال نقرأ يقول لك لا ما لك حق نقرأ عن اللي أقرأ أو هناك من يقرأه فهو وين ما تروح معاه هو يلف عليك وهذا المسلم هو المختطف يضال حاير فالتعدمات شوف يدافع الآن عندما يعني شوفهم يدافعون بالقناة وأشوفهم في كل مكان طبعا يدافعون بالطريقة نفسه هو لا يريد أن يفكر حاجز برأسا يرفع حاجز معك ويختار وهذا من الطرق الأربعة أما الإنكار التام ومهاجم طبعا هي النتيجة واحدة دائما يعني يهاجمك فقط هو شاطر في الهجوم شاطر في أن يكون أدواني وهو فعل حيواني بالمناسبة يعني الفعل البداي العنيف ولا يدل على حكمه ولا يدل على رفعة نفس ولا يدل على ارتقاء روحي وارتقاء حتى ديني لا يدل على رعونه ويدل على عفرته وبلطقه بالمصر يعني فهي هذه بلطقه أنا كده وعدما يشأل بين الطرف الآخر ليس عدواني مثلي مثلا ولا يفكر بإيذاء الآخر ولا يفكر بجرش كرامة أحد يختار أساليب أخرى يظل يلف ويدور فهو بالنتيجة لا يريد أن يكون إنسانا حقيقيا لا يريد أن يعبر عن نفسك إنسان لديه رأية ولديه موقفة ولديه مزاجة وهكذا يعني لا يمكن على كل حال هو أقول لك الطرق الأربعة المراجعة المسلم لخطابه هو التنصل والافتراض والقول بأن كل شيء صحيح وآخر حلاوة وأنتم كفر ملحدين يعني لائحة الاتهامات جازة لأنه هاي موجودة مججب مججب الاتهامات موجودة عندها لا يستطيع الحياة بدون هذا المججب من الاتهامات أما أسلحة مشجب مشاجب أسلحة حقيقية أو مشاجب أسلحة لفظية كافر ملحد زنديق فاسق مدلس يعني موجودة كلها موجودة فهو كلها يستعمل هاي وهاي عندما يشوف هاي ما تنفع أو ليست لديها قدرة يستعمل هذه وهكذا هو كائن لا يعيش بدون أسلحة لا يستطيع الحياة بدون أسلحة لفظية أو يعني أو أسلحة مادية وكلاهما مزيفان هو الحقيقة الوحيدة اللي يريدها أنه هو أنا فقط ولا أحد غيري يعني الكل خس أنا وبس هي هاي هاي القضية النهائية فأنت ما قيمة أن تكون هكذا عنيفا ولاغيا للآخرين مسألة الآن بالعالم المؤثر مخجلة وعار على إنسان أن يفرض على الآخرين كل شيء ويكتب أنفاسهم بطريقة أو بخرى هاي طريقة لا كل شيء كله صح أنت اللي غلط أنت اللي حاسب نفسك فاهم أو عبقرين ويبدي يسخف بالآخر هذا يعني أصبح ممجوج مسألة مخجلة ومن العار على إنسان أن يستعمل كان السابق الناجح لكن الآن وسط هذا الفضاء المفتوح الأفكار والرؤى والتقدم العلمي والتقني والأخلاقي والتقدم صحيح أشكالات كثيرة أخلاقية موجودة لكن هذا التقدم الأخلاقي الصيغ العام والقيم العام المتفق على هذا الجميع هذه أصبحت على مستوى كبير لا تستطيع أن تتجاوزه وصحيح هناك اختراقات لكن ما في حالة مثالية لكن الأخلاق العام الآن أصبحت مسألة لا يمكن أن ينكرها حتى المسلم يدعي بأنه الحرية في الدين لا توجد حرية كل استعبار فبالتالي هناك كما قلت من يقول أن هذا الإسلام كله صحيح ما بأي خطأ وهو نوع من كبر والغلو والدعاء والبقاحة بالمصري والبعض يقول لك لا هذا نحن نسوى مراجعة ونسوى عمليات إصلاح بسيطة لكن هناك مشكلة برجال الدين يعني يستغلون الأمور هؤلاء تجار دين الدين لا يمثلهم يعني وهي يعني رديت عدي أربع حلقات رد على هذه الحجة الواهية جدا طبعا وأيضا يطلع الردة الفئلة الثالثة هي التنصر والتنزيح والإدعاء والردة الفئلة الرابعة هي التخلي على الدين وأدى أشكال مختلفة البعض يبقى صامت ويقول هذا المسألة لا تخصني والبعض يبدي يناور على الموضوع خاصة من المثقفين والباحثين والأساتذة بالجامعات يحاول يناور يعني يسلك حالة يعني والبعض يصير مؤلن وهذا يلاقي الأمرين أو يعني يقدم تضحيات هائلة طبعا ويتلقى اتهامات لا أول لها ولا آخر لأنه سهل ولا أحد يدافع عنه فهو كلا كان يصير شي جعب راسك يعني أما القسم هناك قسم كبير من أغلب الناس وما اللي يمثل أغلبها يعني ناس بسطة كي كان لهم يشغل كل واحد في حاله وهذا مسألة لها علاقة ب يعني جماعات ضخمة وإلى أتم وفلوس وأتم ومكانات وأتم وعنيفين ممكن أن يأدي الاستدام بهم إلى عواقب لا نهاية لها الجسد الثاني راح يتحدث منه عن جزء نوعا ما نظري وفيه حلول لهذه الإشكالات التي نحن فيها وهي راح تنول مسألة استخدام الدين سياسيا وبطريقة هاي الطريقة الاستبدادية التي تنتهك تنتهك كل العقوق بسم الله والدين واللي جعلت الإسلام يصبح الصنو العنف والقهر والفاشية وجعلته يعبر عن كل ما هو عنيف ضد الإنسان على جميع المستويات طبعا ايضا ايضا اتحدث عن ما هي ما هي كيف نقدس الحق الافراد كيف نستطيع نخرج من الحالة السيئة التي نحن فيها كيف نتخلص من ثقافة القتل هذه التي يجري نشرها بيننا جميعا وكيف نغير السلطة بطريقة صحيحة وكيف نغير الإنسان قبل أن نغير السلطة التي تتحكم بالإنسان كما نعرف ربيع العربي ودائما كانت تركيز على تغيير السلطة وأن هؤلاء لمثل الدين وما لذلك لكن الحقيقة هي مسألة لا تعلق بتغيير السلطة لأن رأينا جميعا لن تؤدي إلى شيء لكن التغيير الحقيقي هو يبدأ بتغيير الإنسان القضية لا أن تصبح مسلما إنما تصبح إنسانا أولا بعدما تصبح إنسانا يكون ما تشع بعد ذلك علينا هي هذه القضية الأساسية أن نضمن حق الإنسان بعد ذلك ونضمن أن لا أحد يستعبده ويستغله أو يخدعه أو يغسل دماغه يجب أن تكون كرامة الإنسان محفوظة لا تمس بأي شكل مشكال سواء بأي يعني مهما كان دينه مهما كان جنسه مهما كان عمره أو ضرفه شكرا جزيلا والجزء الثاني سأشره لاحقا وأعتقد هذا الحلقة أو البوست اللي نشرت حوله إنه عن ما معنى أن تكون مسلما الآن هو يعني راح أسوأ على حل حلقة أولاين معكم جميعا وأتمنى تشاركون بها وأتمنى أسمعكم لأنه موضوع أعتقد مهم جدا لأن بكثير من الاستطراض شكرا جزيلا شكرا ومع السلام